إيقاع المعركة في محيط مدينة الحديدة يزداد سرعة تقدم يبدو أن استعادة الحديدة وميناءها أحد أهدافه الرئيسة بعد جمهود استمر لأكثر من شهرين على مشارف المدينة هذا الخليط من القوات في الساحل الغربي هو من يتولى إنجاز المهام الميدانية والتقدم باتجاه مدينة الحديدة آخر المعاقل الرئيسية للحوثيين على الساحل الغربي وتشديد الخناق على مقاتليهم المتواجدين داخل المدينة تقدم هذه القوات يأخذ شكل التفاف من الجهة الغربية ويرمي إلى قطع طريق مداد الميليشي عند الكيلو 16 إلى جانب التقدم الذي تحققه من جهة المطار باتجاه مطاحن البحر الأحمر عند الكيلو 7 لا شيء يعيق تقدم هذه القوات في ظل الإسناد الجوي الذي يقدمه طيران التحالف ومروحياته الحديثة في هذه الجبهة الأمر الذي سرع من تراجع الحوثيين وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية وحملهم على ترك هذه الكميات من الأسلحة الثقيلة لتقع في يد المقاتلين الموالين للتحالف المعركة أجبرت ما تبقى من عائلة مدينة الحديدة على مواصلة النزوح إلى المدن والمحافظات المجاورة كهذه الأسرة سيئة الحظ التي استجمعت ما استطعت أن تستجمعه من ممتلكات ومتعلقات على متن سيارتها قبل أن ينفجر بها لغم زرعه الحوثيون في منطقة الدريهمي اللي يأتي على ممتلكات العائلة ويخلفها بلا إمكانيات أو مقدرات على خط النزوح ثمت عائلات تواجه مصيرا أكثر سوءا وبعضها لا يزال حبيس العجز المادي في المدينة حيث المعركة مفتوحة على أسوأ الاحتمالات مجلس الوزراء وخلال اجتماع له في الرياض وقف على التطورات العسكرية في هذه الجبهة وعلى الرغم من تقديره لجهود التحالف وارتياحه للانتصارات التي تتحقق هناك إلا أنه حث في بيان لافت في مكانه وتوقيته على توحيد القيادة العسكرية تحت راية القائد الأعلى لقوات المسلحة والأمن الرئيس عبد الربو منصر هادي وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن